مر مجلس النواب التونسي منذ الانتخابات الأخيرة التي جرت عام 2014 بتغيرات كثيرة بدأت حينما كان حزب نداء تونس يمثل الكتلة الأكبر في البرلمان ب86 مقعداً يليه حزب النهضة ب69 مقعداً من مجموع مقاعد البالغ عددها 217 مقعداً لكن الانقسامات والاختلافات داخل نداء تونس أدت إلى انشقاق داخل الحزب ما أدى لتراجع كتلته البرلمانية حتى باتت 37 مقعداً لتصبح النهضة بذلك صاحبة الأغلبية في المجلس انشقت عن نداء تونس قوان سياسية متعددة إن صهر جزء منها في كتلة الائتلاف الوطني الذي يدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد ب45 مقعداً إلى جانب كتلة الحرة التابعة لحركة مشروع تونس ب15 مقعداً بحسب أحصائيات مجلس النواب لشهر يوليو وفي انتخابات 2019 ظهرت أحزاب جديدة في الساحة تمكنت من لفت انتباه الشارع أبرز هذه القوة هي حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي تحية تونس الذي يقوده رئيس الحكومة يوسف الشاهد البديل التونسي الذي يقوده رئيس الحكومة السابق مهدي جمعة الحركة الدستورية وتتزعمها القيادية عبير موسى الطيار الديمقراطي ويتزعمه محمد عبو لاعبون جدد على المشهد السياسي في تونس قد يكون لهم دور كبير في تغيير الخارطة السياسية دون أن يخلو الأمر من مفاجآت متوقعة